حيث أجبر فيروس كورونا 40 طالبا وطالبة على التغيب عن تقديم امتحانات الثانوية العامة فيما تغيب ثلاثة آخرون بسبب اعتقالهم في سجون الاحتلال امتحانات الدورة الحالية تقدم لها نحو 78 ألفا من الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ضمن اجراءات صحية مشددة يخضع عشرات ألاف الطلبة الفلسطينيين لأول امتحان في الثانوية العامة لهذا العام هذه الاجراءات تضمن التباعد الاجتماعي وما يتعلق باستخدام وسائل الوقاية كالكمامات والكفوف والمعاقمات حوالي 78 ألفا أربعمائة طالب وطالبة في كافة المحافظات الفلسطينية وفي الشتات أيضا يؤدون أول امتحانات الثانوية العامة في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا احنا أول بلد في العالم العربي يمكن بدأنا في امتحان الثانوي العام احنا أول بلد بدأنا في المواجهة مع هذا الفيروس ان شاء الله مثل ما شفنا هذه الترتيبات على أحسن وطيرة تتم عملية التصليح على أحسن وطيرة وتعلن النتائج في الوقت المناسب اجراءات وترتيبات خاصة لعقد الامتحان تطبقها وزارة التربية والتعليم ضمن لجنة خاصة منبثقة عن رئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ في ظل استمرار انتشار الفيروس منها ما يتعلق بزيادة أعداد قاعات الامتحان والمراقبين هذا بالإضافة للوقاية المعتمدة ضمن بروتوكو الخاص أعدته وزارة الصحة من جانبنا كوزارة التربية والتعليم هذا العام قمنا بإجراءات مختلفة تتمثلت بزيادة عدد القاعات زيادة المراقبين زيادة الغرف أيضا إجراءات السلامة فيما تعالى بتعقيم المدارس من خلال وزارة حكم محلتي أخذت على عدد تعقيم الأسبوعي أيضا الأمن بحماية القاعات وزارة خارجية الإشرافة عن الامتحانات في الخارج في ظل عدم تمكننا من إفاد ممثلي وزارة التربية والتعليم للدول في الخارج أيضا هناك الكتس موضوع كان حساس وحيوي وتحدي كبير جدا في ظل عرقلة الاحتلال الطلبة كانت آراءهم مختلفة منهم من رأى بأن فترة الحجر الصحي خلال الشهرين الأخيرين ساعدتهم في زيادة وقت تحضيرهم للامتحان وقلصت من حجم المادة المطلوبة لكنها في ذات الوقت أثرت بشكل سلبي على نفسيتهم في فترة الكورونا أثرت علينا لأنه كان فيه إنا لازم نقدم إحنا امتحان تجريبي وكانت دورات وإشي وبعدين كان فيه حصلة في الدار يعني النفسي يصب تبكى مش عارف كيف رايح بدك تكدم جميع مسكر يعني اليوم اللي بدنا نطلع فيه بريك بكنا نقعد في الدار شوي نواما متأثرين اللي صار لنا فترة راحنا بحجر صحي بعدها يعني راحنا طلعنا مرة واحدة حول امتحان اليوم قالت طلبة بأن الأمور كانت جيدة وأن وسائل الوقاية لم تؤثر على تركيزهم وآدائهم أسألة كانت سهلة ونماذجة أنا بسيطة تمكننا أن نجاوب الحمد لله السلام الكمام والكفوفة يبدأ دايق شوي على الطالب مؤثرت شو الكمام كدمت هذه كممات الكفاف إشي مهم طبعا بس مع هيك ممكن يخلق نوع من الخوف للطالب والضغط كان فيه كممات وكفوف وكانوا يخدوا حرارة لناس أشوائية يعني ما يقارب الأربعين طالبا وقفت الكورونا حائلا بينهم وبين أداء امتحان التوجيه لهذه الدورة وزارة التربية وبالتشاور مع الجهات المختصة أعلنت إغلاق قاعة الثانوية العامة في بلدة عزون عتمي بمحافظة قلقيلية بعد إغلاقها وإعلانها منطقة مصابة عقب تسجيل عشرة إصابات فيها على أن يعقد الامتحان للطلبة هؤلاء خلال دورة خاصة نهاية حزيران المقبل أو خلال دورة آبا العادية من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا